بعد سنوات من الدمار يتفقد علي الحاج المنشآة التي عمل فيها كثيرا من عمره المصلخ المركزي الأوتوماتيكي المتواجد في الضباب غرب مدينة تعز كومة من الدمار والخراب وبقايا أطلال من أعمدته وكغيره من الموظفين الذين فقدوا منشآتهم بفعل حرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية يتحدث عن ما يحويه هذا المصلخ المصلخ هذا قصة حياتي كله داخله من عام 1981 حتى لا زلت اللحظة هذه بعد التدمير نما شفته تمام كنا نغطي داخل هذا المصلخ أكثر من 159 موظف ما بين إداريين وبيطريين وصلاخين ونظافة عم النظافة يوجد كان كل الصيانة الذي بداخله موجودة كاملة من ناقلة لحوم من مصلخ من صحة بيئية من نظافة الآن في حرقة في القلب محدد داري كيف واحد يعبر على هذا الضياع الذي ضعنه بسبب الحرب انفقارات داخل المصلخ والمصلخ زي ما تشاهدونه مصلخ كبير وكان آليا ما كانش بهذه الأوضاع السيئة نهائيا ويعتبر المصلخ المركزي أحد أهم المؤسسات الإرادية في تعز كما أنه كان يتسع لأكثر من الفراص يوميا تقول إدارة المسالخ بالمحافظة أنها تسعى في إعادة تأهيله إذا ما توفرت الإمكانيات تم طبعا تدمير هذا المسلخ بفعل الحرب وبعد الاعتداء التي تم على هذا المسلخ والآن نريد إعادة هذا المركز البيئي الذي يعتبر ضامن لسلامة الصحة أربع مليون مواطن في تعز وأيضا يأتي من مناطق أخرى كان يذبحوا هناك شراطة أيضا صحية لمنظمة الدولية بأنها لا تدخل إلا عن طريق المسالخ لأوجود أوبيا الآن تأتي عن طريق الحوالات من القرن الأفريقي هناك أيضا إعادة القلود وتصدير القلود وهي أيضا رافض اقتصادي وطني ويجب الاهتمام به ويوجد في مدينة تعز مصلخين مؤقتين كما أن الكثير من بقايا فضلات تلك المسالخ ترمى في مجاري السيول وهما أثر بيئيا واقتصاديا على مدينة تعز المحاصرة ترجمة نانسي قنقر